يعني طبعا برضو بأكد ان احنا بنتكلم عن ثورة يوليو بعد سبعين سنة من قيمها وبالتالي يعني لابد انه يعني نتميز ببعض المباشرة والصراحة في تقييمها على سبيل المثال مثلا تأميم قناة السويس البعض بيقول انه كنا حنستردها بمقتضى المعاهدة بعدها بعشر حد عشر سنة فلماذا نقوم بهذه المجازفة هي كان جزء من التحرر يعني القضية مش قضية مدة هي قضية ان الترتيبات تحت يعني قناة السويس دي كان الدولة جوا الدولة اذا كنت عاوزة تتحرر ازاي كيف تتحرر وهذه الدولة اللي موجودة جواك وعندها سلطات غير معقولة وبعين مين قال انها حتى انهم كانوا يمشوا تسعة وستين بالعكس كان فيه شواهد كتيرة بتكلم على مد الفترة اولا كده واحنا عارفين مواطلات تاعت الاستعمار وبتاعت الحاجات دي فهي كانت حركة تحرر أزايزة بس أعقب هذا التأمين ليس فقط هي النقل الملكية لا دي كانت حركة تحرر حركة تحرر انتظر الونجا يحتجن